ألقى سعادة يوسف عبد الكريم بوجيرية المندوب الدائم لمملكة البحرين لدى الأمم المتحدة في جينيف اليوم خلال الدورة الثامنة والأربعين لمجلس حقوق الإنسان بيانا مشتركا نيابة عن المملكة ودولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة المغربية ودولة إسرائيل وجامعة الأمم المتحدة للسلام بالإضافة إلى أكثر من خمسين دولة حول دول المرأة والسلام والدبلوماسية مؤكدا على أهمية دور المرأة في عمليات السلام ومن النزاعات ودعا البيان المشترك الذي جاء في إطار المناقشة العامة للبند رقم ثلاثة حول تعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية بما في ذلك الحق في التنمية خلال الدورة الجديدة للمجلس وذلك مع جميع الدول إلى الالتزام بقوة لضمان النهوض بالمرأة في مجال الدبلوماسية الوقائية ونشر السلام